وبضدها تتميز الأشياء فإذا أردت أن تعرف مكانة المرأة في الإسلام فعليك أن تلقي نظرة سريعة في السقافات والحضارات التي سبقت الإسلام كيف كانت تتعامل مع المرأة فلو نظرنا مثلا إلى المرأة أيام اليهودية اليهود ما كانوا يعتبرون أن للمرأة مكانة ولا حقا سوى أنها متاع يستخدمونها كيف شاءوا بلا ضوابط وبلا أي أطر تحافظ على كرامتها أو مكانتها أو زمتها أو أي شيء وكانوا يعتبرونها من الأشياء التي تصيبها النجاسة أعزكم الله جميعا فإذا جاءها الحيض أو النفاس تردوها في قبة بعيدة خيمة تقيم فيها حتى تطهر فلا تخالط أحد ولا تمتزج بالناس ولا يمسها أحد فهي شيء مستقذر ملقى به بعيدة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه الشريف في حجر عائشة وهي حائض ويرتل القرآن الكريم ولما شربت السيدة عائشة رضي الله عنها من الإناء وهي في عقلها وقلبها أن المرأة في وقت الحيض بها وبها أرادت أن تبعد الإناء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من يدها الإناء ويضع فيه مكان فيه السيدة عائشة رضي الله عنها ليشرب من مكانها انظر إلى الفارق المرأة كانت قبل الإسلام تعامل معاملة المتاع يعني ممكن اتنين يبقوا قاعدين تديني بنتك اتجوزها اه وانت تديني بنتك اه طب المقابل كام هو كده هي دي مكان دي ايه رأيك خلاص ماشي ما فيش مشكلة لا ينتظر رأيها ولا يفكر حتى هي هتقبل ولا مش هتقبل الموضوع خلصان بعد الإسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستأمر الله أكبر وتستأزن طيب لو كانت البنت موافقة يبقاها تسكت وترى في وجهها السعادة نعم طب لو بكت ليس موافقة ليس شرطة تقول لك ليس موافقة نعم طب لو ألت ليس موافقة خير وبركة أما المرأة التي سبق لها الزواج فلها أن تختار لها أن تقول أوافق أو لا أوافق يا الله جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبي أهبأة أبوها اللي كان أب للإسلام بيبيعها ويشتريها ويهبها على فكرة وكان بعض الرجال قبل الإسلام يأخذ زوجته لفارس حتى تأتي له بفارس وكانت الجاهلية ساعات عشرة من الرجال يدخلوا على المرأة في يوم واحد وهي بعد كده يعني تختار من والد هذا الطفل حياة حياة صعبة حياة صعبة نعم فتأتي وتقول يا رسول في مهانة ومزلة صحيح وحقارة للمرأة الله يفتح عليك فتأتي المرأة يا رسول الله إن أبي اللي كان بيوئدها من شوية أبل الإسلام كان بيأخذها يرمها في بير ويطمس عليها الحجارة والتراب لماذا؟ لأنها تأتي بالزل والعار وتأخذ نفقة ولا تستطيع أن تدافع عن القبيلة أو عن الخيمة إذا جاء الأعداء فما هي؟ هذا شيء عبء على الأكتاف فيجب علينا أن ندفنه وأن نخلص منه لكن بعد الإسلام تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن عمي ليرفع بي خسيسته ابن عمي ده متسكع فقال لك نلمه طب ندله بنت عمه عشان يتلم طب أنا أخذ واحد أنت عزنتي لأمو رسول الله ينفع كده إن أنا أخذ واحد أهل عزني لأمو قال لا الله أكبر انكحي من شئتي النبع والسلام بقى يعطيها الحق الكامل في اختيار الزوج وفي رفض الزوج وفي يعني ألا يرغمها والدها زمان يا دكتور طارق كان المرأة إذا مات زوجها حتى لو كانت مرأة أبوه يلقي عليها سوبه يعني سمع النوال دمات دمرت أبوه هو الوحيد اللي أريب يروح خلع هدوم ورميها عليها بقت بتاعته أبل إخوات التنيين فإذا أعجبته تزوجها وإن لم تعجبه حبسها في المنزل لا تتزوج ولا تخرج ولا كذا حتى تموت ما هذا الأمر